بالمواشع على مستوى أربع بلديات في ولاية قلمة عن مخاوفهم انتشار طعون المشترات الصغيرة في الأونة الأخيرة بعدها تم التأكد من تسجيل 18 حالة لبقى هذا الطعون عبر إقليم بعض البلديات خاصة منها حمام النبائل بوشقوف مجازفة وأيضا منطقة عين رقادة بعد أخذ تحاليل اللازمة من قبل الجهات المختصة ولئيا حيث طالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذ على التفاصيل مع هشف قسمي معيز رأي مرضت أنا الموت عرم ثمانية كبار وكين ستة صغار ونطلب من السلطات تدخل كشم الدين النحل ومذابين عن قريب لكن فوتت غير فاتونة بسبانة هذا كوة نحن عمنا حوالي ثمانين ناعزة راحت ضاعت كل هذه فات الخمسطس نيوم اللي فقنا بها والأطباء قاعدين يجيوا داروا لي فاكسان درنا بتاع الصوارد جتنا تاع الدولة ما كان حد شي نجاح ما كان ولو عدد الحيوانات بالمستثمرات التي تم الكشف عنها حوالي ألف رأس من بين غنم وبقر ومعز ففي إطار الوقاية من الأمراض الوبائية هذه أتخذ السيد والولي الولاية لإجراء بغلق الأسواق الأسبوعية للمشياء المشياء وكذلك الحد على منع أي تجمعات للحيوانات على مستوى على أي مستوى كان ترجمة نانسي قنقر